السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي النوع الثاني من الدهون الصحية النافعة والضرورية هي الدهون المشبعة أو المشبعة ونجدها في اللحوم والدهون الحيوانية ومنتجات الألبان كاملة الدسم في البيض الزيوت الاستوائية مثل جونس الهند وزيئة النخي هذا هو المركب الكيميائي للدهون المشبعة كتلة واحدة مستقرة يعني لما تدخل الجسم ما بتتفكك وتتطاير ولا تصبح خطة صغيرة عشان تدخل في الشرايين وتلقى سقف الشرايين إخواني وأخواتي اللحمة والدهون المشبعة ما بتخوف بالعكس مفيدة بدنا نعرف ليش إنه من الضروري نتناول الدهون المشبعة وبتكلم إخواني وأخواتي عن الدهون المشبعة الجاية من الحيوانات اللي تأكل الأعشاب أو التبل لحوم الجمال مثلاً لحوم الماعز الضأن البقر أو أي نوع لحمة ومش شرط أكلها كل يوم طبعاً أول سؤال هل تصبح لمريض السكري اللي هي الدهون واللحوم طبعاً ليش لا ما ترفعش السكر الدهون الدهون ما برفع السكر اللي برفع السكر اللحمة يعني لما تاكل ميت غرام لحمة خلاص هذه كفايتك ليش تاكل متين وثلاثمية وأربعمية الدهون المشبعة فيها مواد هي الفاتي أسد اللي بنسميها إسسينشيال فاتي أسد اللي هي الأحماض الدهنية الضرورية طب ليش سميناها ضرورية؟ يعني لازم نأخذها إذا ما أخذناها جسدنا راح يتعى هيك العلم بقول هذه الأحماض فيه إسي اسمه كابريليك أسد هاي واحد خليك معي كابريليك أسد بيحتاجه جسم بشكل كبير لوريك أسد هذا موجود في الدهون المشبعة بالميتيك أسد هذا كل خلايانة تستخدمه بدهياء من خلايا الجسم لأنه يشكل تقريبا أو غشاء الخلية هو اللي بيحتاجه فيه البويتريك أسد المهم جدا للجهاز الهضمي والأمعاء هذا كله وين موجود؟ وين موجود؟ في الدهون المشبعة اللحوم الحيوانية السمن الزبدة الأمور هاي اسمحوا لي إخواني وأخواتي قبل أن أكمل للإخوة المشتركين في واجبات صحية من جميع أنحاء العالم هذه قناة الطبخ يعني اللي لسه يعني زمان ما رفعنا فيها فيديوهات رح نلغي هذه القناة والركز على القناة اللي رح تكون باللغة الأجنبية والفيديوهات رح تكون باللغة الأجنبية ومترجمة فالإخوة والأخوات اللي المشتركين في هذه القناة رجاء ياريت تشتركوا في هذه القناة الأجنبية هي قناة الطبخ طبعا وياريت تساعدونا وتدعمونا وتشتركوا في القناة الإنجليزية عن موضوع السكر والتغذية مشكورين جدا وخاصة إخواني وأخواتي اللي موجودين في البلاد غير الناطقة باللغة العربية إذا ما عندناش الفاتي أسد اللي هي الأحماض الدهنية ما بننتج هرمونات أو بيصير خلل كبير في إنتاج الهرمونات ما بنفع وما بتقل الالتهابات على العكس بتزيد ولا بتقوي جهاز المناعة عندنا إذا ما كانت عندنا هاي الدهون يعني معناه أنه هاي الدهون تقوي جهاز المناعة تعزز الصحة بشكل عام صحة الجسم بشكل عام البشرة كيف شكل الواحد كله إحنا بحاجة هاي الأحماض الدهنية تنظيف الكبد عمليات كثيرة تنظيف الجهاز الحضمي وتقويته حماية من سكتات دماغية كل هاي بتحتاجها الفاتي أسد عشان هيك بنسميها إحنايش ضرورية ضرورية جداً لحياة الإنسان وأيضاً صحة العظام والمفاصل بأرجع وبكر اللحوم والدهون لا تسبب المشاكل هذا فحص التوتر كوليسترول في دمي أبتمال بعد ست سنوات من تناول ثلاث أو أربع بيضات يومياً غير اللحوم والدجاج وغيره فإذا الطبيب منعك عنها لسبب أو لآخر يعني مثلاً عندك مشاكل كثير عندك مشاكل في الكبد في الكلا في الكبد والكلام مع بعض عندك دهون ثلاثية مرتفعة جداً السكر عالي جداً يعني في كل هاي الأمور الضغط مرتفع هذا موضوع آخر في بحث علمي عملته جامعة مينيسوتا في عام 1968 خمس سنوات والبحث شغال كم واحد اشترك في البحث؟ أكثر من تسعة آلاف شخص رجل وإمرأة لازم بدهم يعرفوا هل الكلام صحيح هذا أن الكوليسترول والدهون المشبعة اللي هي من الحوانات نبدلها بالزيوت النباتية ولا كيف يعني زيوت البذور هل هذه زيوت البذور مفيدة لمرضى القلب مثلاً كان التركيز في هذا البحث على مرض القلب أو أبراض القلب شو طلعت النتائج؟ شو شو بقول البحث بقول لك البحث أنه هذولا بالغوا جداً يعني مبالغة في تقدير فواج استبدال الدهون المشبعة بالزيوت النباتية هذه مبالغة لم تظهر التجربة أن استدال الدهون المشبعة بحمد اللي نوليك يقلل بشكل كبير من أحداث أمراض القلب التاجية أو الوفية يعني كلام فارغ يعني هذا كلام غير صحيح وطبعاً البحث هذا اختفى طمروا راح طار لكن الحمد لله احنا الآن في عصر الانترنت والبحث موجود موجود وإن شاء الله راح أطلكم الرابط تبع البحث هذا في صندوق الوصف وإن شاء الله تطلعوا عليه وبوجود فيه بردوة مين الأطباء اللي اشتركوا فيه والمسؤولين عنه كل شي موجود وحتى من كتب الطب طيروه بطل يبين لو بحث في الانترنت عن السبب اللي برفع الدهون في الدم شو بتكون الإجابة أو شو بتلاقي كل الإجابات تقريباً كل الإجابات بحثها في الجوجل بيقول لك معظم الناس لديهم نسبة عالية من الدهون في الدم لأنهم يأكلون الأطعمة التي تحتوي على كثير من الدهون يا سلام طيب ولو كملت قراءة بقول لك كيف تحل المشكلة طيب شو الحال كيف طالت لتحل المشكلة هاي إنك ما تتناول دهون أو تتناول كميات أقل من الدهون هذه الخرافة منين إجت بدأت لما طلعوها الاثنين هذولو بروكتورا جامبل بعد ما أعطوا رشبها جمعية القلب الأمريكية مليون ونص دولار هذاك الوقت يعني أكثر من أربعين مليون دولار في الوقت الحالي حتى يبيعوا زيوت البذور كانت قمامة كانت تلقى ترمة يعني بعدين صارت سماد بعدين صارت عافلة للحيوانات بعدين صارت تجينا عشان نطمخ فيها أكل بعدين إجي أنس الكيس في الستينات وطلع قصة الكوليسترول وما كوليسترول واتبعوا العالم ومعظم الأطباء وأطباء التغذية وبناء عليه معظم الناس بتخاف تأكل اللحوم أو الدهون أو البيض بتخاف ويعني الطبيب بقوله بتأكلهاش ما تأكل لحمة ما تأكلش لحمة لدرجة أنه فيه طبيب أنا سمعت له ويقول تفادى كل شيء يمشي على الأرض لا تأكله وكل اللي بنبت كله يعني كل نباتات فقط وشرحت آنفا يعني إذا اللي بوكل نباتات فقط قديش يعني ما بيستفيد ما بأخذش الأوميغا 3 كامل ولا طب بيقول لك كل بيضة واحدة في الأسبوع وصارت هاي يعني رنة في الأذن في الأذن يعني حتى أصدقائنا لما يشوفني بوكل بيض وكذا بيقول لي أنت مجنون تأكل بيضة القدي المفروض ما تأكلش أكثر من بيضة في الأسبوع وأحد ريخه في التعليقات قال فيه طبيب بدون ذكر الاسم طبعا والدولة بيقول حارم للناس من اللحوم وخاصة اللي عندهم سكر يعني لمدة أربعين سنة طيب إخواني وأخواتي هذا منافي للعقل والمنطق والفطرة والسنة إخواني وأخواتي أغلب مشاكلنا الصحية هي من الأكل وإذا عدلنا أكلنا تنحل مشاكلنا ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أتمنى أنك استفدتوا من هذا الفيديو أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر